البداية بدبابات القتال الميدانية التي تعتمد قوات القذافي على اعداد كبيرة منها مثل دبابة تي خمسة وخمسون التي يوجد عدد منها لدى الثوار ايضا هناك ايضا راجمات الصواريخ المتعددة من طراز ثلاثة وستون اعيار مئة وسبعة مليمترات وهي من بين انظمة التسليح الثقيلة التي يستخدمها معارض القذافي من الاسلحة المستعملة ايضا سواء من جانب الثوار او قوات القذافي المدفع الرشاش الثقيل من طراز دي اس ايش كاي عيار اثنى عشر وسبعة عشر المليمتر الذي يوضع بسهولة فوق سيارات النقل الصغيرة كما استعملت القوات الموالية للقذافي طرازين من البندقية عديمة الارتداد هما البندقية ام اربعون اي واحد الامريكية الصنع والخفيفة كارل جوستاف السويدية الصنع وهذان النوعان قادران على التصدي للمدرعات من بين الاسلحة المستعملة ايضا سواريخ مواجهة سلكيا مضادة للدبابات وهي فعالة فعندما ينطلق الصاروخ يسحب وراءه سلكا كهربائيا رفيعا يمكن من خلاله لمن اطلقه توجيهه ضد الهدف من خلال لوحة تحكم اضافة طبعا الى الرشاشات الخفيفة وراجمات القنابل الساروخية او ما يعرف بار بي جي كل الاسلحة التي سبق ذكرها موجودة لدى الطرفين اما فيما يخص الاسلحة التي تتفوق فيها قوات القذافي فهي سلاح الجو وبخاصة الطائرات المقاتلة القاذفة ونذكر منها طائرات سخور اثنان وعشرون وطائرات ميك السوفياتية الصنع وطائرات ميراج الفرنسية اضافة الى طائرات عمودية من طراز ام اي خمسة وعشرون وام اي خمسة وثلاثون سليم بوعسلة العربية